تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت منافسات الأسبوع الثالث لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة هذا وقيمت المنافسات بعدما تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار التي شهدتها المملكة حيث انتهى الأسبوع الثالث من المنافسات بإقامة فئة الشواهين وفئة جيرات الشواهين وسط منافسة قوية على المراكز الأولى وشهدت منافسات اليوم الختامي لأسبوع الثالث في فئة الشواهين وفئة جيرات الشواهين حضورها العديد من الملاك وعدد من المهتمين لرياضة الصقور وسط جهود كبيرة من اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود بتهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين هذا وسيقام الأسبوع الرابع لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة حيث ستقام المسابقة أيام الخميس والجمعة والسبت من جانبه يقيمت منافسات سباق السلق للملاك عبر الشوط التأهيلي لمسابقات ناصر بن حمد للصقور والصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة